السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. علي افضل الصلاة والسلام. حبيب اعمل ايه? يا رب تكونوا باحسن حال. اه معاكم اختوكم نورة. ان شاء الله هامل معاكم نهاردة الفول المدمس بطريقة حلوة خالص. ان شاء الله مش هيسود معنا ولا اي حاجة. ناس كتير بتشتاكي ان هي بتعملوا ويسود معا. جالكم النهاردة بمقادير ان شاء الله هتعجبكم جدا. بس احب ان انت لو تسمعيني. تشتركي في القناة وتفعل الجراز عشان يوصل كل جديد. ولو انت طبعا مشتركة معايا يا ريت ما تنسيليش بلاقي وكومنت حلو زي. معايا هنا المقادير كيلو من الفول. الفولة دي جماعة بلدي. دي فولة بلدي لما تجي بيها اونا عايز الفول البلدي من عند العطار. الفولة دي حلوة خالص بتخلي الفول بتاعي ابيض ما يسودش معايا ولا اي حاجة. انا غسلة زي ما انتو شايفين كده الفولة كانت جاية صغيرة. بس انا نقعها من اه بالليل وبدأت فيها الصبح. لازم تتنقع آآ ليلى كاملة. وكمان معايا حمص. معايا نص كباية من الحمص. طبعا الحمص كمان لازم يتنقع من بالليل. انا نقعه. وكمان نص كباية من الرز طبعا مخصوله متصفي. الرز مش منقوع ولا العدس. وكمان نص كباية من العدس. آآ يعني المنقوع معايا الحمص والفول بس. الفول البلدي. معايا كمان هنا حباب قلبي آآ تلات طماطم ميات كبار او لو طماطم صغيرة يبقى اربعة. وعند كمان اربع بصلات او تلات بصلات كبار. آآ ومعايا كمان المكون الاخير وهو دي التكاية بتاعتي. رشة من الكوركم. شايفين? رشة صغيرة جدا. دي هتخلي معايا الفول مسفره ولون حلو. مش هسودي معايا ولا اي حاجة. دلوقتي هاخد المكونات دي كلها وارفعها على النار معاكم دلوقتي. طبعا كل اللي انا عملته ان انا فضيت الكيلومون الفول عندي هنا في حلة. آآ لو عندك آآ الفوالة دي او الدماسة حط فيها. انا عندي بس صراحة صغيرة تاخد نص كيلو بس. بس مفيش مشكلة. مش هيجرى حاجة. انا هعملها في حل آآ في الحلة بتاعتي. وهنزل بنص كباية من الحمص اللي انا هنقعاه. ومخصول كواس جدا طبعا. وكمان آآ العدس بتاعي. اهو. زي ما انتش شايفين. وكمان الرز نص كباية من الرز. وكمان ما ننساش طبعا آآ البصل والطماطم بتاعتنا. اهو. والرشة بتاعتنا اللي هي التكاية بتاعتي من الكركم. يعني حوالي نص معلقة آآ من الكركم. وكمان هزود بقى المية بتاعتي. زي ما انتش شايفين كده. انا دلوقتي زي ما انتش شايفين هرفاحها على النار. واعل عليها. واول ما تبدأ تغلي. هغطي واغطي خالص. يلا تعالوا معي وشوفونا بعمل ايه. طبعا زي ما انتش شايفين الفول بتاعي آآ بدأ يغلق اهو. آآ انا دلوقتي اهد النار عليه. واغطي عليه طبعا واسيبه. ياخدوا يدي مع نفسه. شوفوا ما شاء الله بصوا. بصوا الفولة بتاعتي ما شاء الله بيدها ازاي. ما غمقتش ولا حاجة. كل انا هعمله دلوقتي. ان انا ههد عليه النار. وكل نص ساعة كده. هزوده مية سخنة. لازم يا جماعة نزود الفول مية سخنة. عشان يفضل معنا الفولة بتاعتنا تفضل بيدها كده زي ما انتش شايفين. انا دلوقتي مغطيه زي ما انتش شايفين الفول بس مش مخليه الغطى بتاعي آآ اه افل على الحل على الاخر. عشان خطي لو انا غطيت الغطى كامل زي ما شايفين كده. آآ طبعا هيبوز لديني على البتجاز. وطبعا هيفور والماري في كلها تطلع. انتم شايفين آآ الفولة بتاعتي خلاص استاوت اهي. انا طفيت النارة دلوقتي انا كنت مهدية خالص. آآ جدا خالص زي الشعلة كده. وبعدين آآ انا هقول لكم دلوقتي هو استوا معي بسرعة ازاي وما خدش معي وقت. زي ما قلت لكم ان انا بليته آآ الفول على بلات. وبعدين حطيت كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها. آآ وبعدين اديته آآ حوالي نص ساعة على النار. وبعدين طفيت والصبح آآ بدأت فيه تاني. ما خدش معي آآ حاجة على النار. وبعدين استوى بسرعة. وشوفوا ما شاء الله الفولة معي مستوية ازاي. هوريكم دلوقتي. شايفين? ما شاء الله ما خدش معي سوى يا جماعة. ومشاء الله الفولة بتاعتي آآ بيضة زي ما انتم شايفين. دلوقتي انا هسيبه يبرد. وبعدين اهوريكم دلوقتي انا بفرزه ازاي. يا حباب قلبي انا هفرز الفول بتاعي في الفريزر ازاي. دلوقتي انا سبت الفول برت خالص زي ما انتم شايفين. انا خدت كمية من الفول حطتها آآ في الخلاط بتاعي. وبحط عليها مية طبعا الفول بتاعي لما ببرد بنشف زي ما انتم شايفين نشف خالص ازاي. اه انا بحط بقى مية عشان طبعا الخلاط بتاعي آآ ما يتحرقش. حباب قلبي زي ما انتم شايفين انا ضربت الفول بتاعي آآ في الخلاط. انا عايزة طبعا آآ مش عايزة ناعم جدا. انا عايزة كده. زي اللي بتبع بره بالزبط. هكامل بقى الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة. هيكون خلاص خلصت كمية الفول بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله عملت معايا كمية كبيرة. وكمان معايا هنا كمان. آآ ما شاء الله. حفظوها بقى في اكياس آآ بلاستيك. آآ بتاعت الطعام. وبس الطريقة بتاعتي كده خلصت نهاردة. يارب بتعجبكم. ما تنسونيش طبعا آآ باشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو انت اول مرة تكوني معايا وتسمعيني. آآ وتنسونيش طبعا باللايك والكومنت. وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.